كابتن هني ايمانهم ده كان وصل لنا احنا علشان كده انت بتقول ايه احنا زالنا عشان على اخر لحظة كان الفرق هو هي زي ما بقولك اه طبعا هي هدف اه كان فيه اخطاء اه كان فيه اخطاء بس انت ان شاء الله هتعود وطول ما انت عندك رجالة بيلعبوا بالروح دي وباسم مصر وفريق الحمد لله ما خزلناش لحد اخر لحظة فخلاص يعني النهاردة الحالم كله بيتكلم عن فريقك ده اللي كسب النهاردة بيتكلمه تحت عنوان مباراة مرعبة فيه صحيفة اسمها ياسكا صحيفة مشهورة اوي في الدنمارك عندهم هناك بتتكلم على حجم المعاناة الكبيرة اللي عاشها منتخبهم بطل العالم في القاهرة قدام الفرعنة مبارح فيه النهاردة كان فيه عنوان تاني لجريدة تانية في نفس البلد بتتكلم عن هذا الانتصار المجنون للدنمارك في اخر لحظة بتتكلم او قالت تحديدا انه حارس الدنمارك بقى بطل عظيم بعد ما تصدى لركلتين احمد لاحمر تحديدا وعلي زين فدي حاجة يعني تخلينا لا فخورين بأداءهم واتخلينا لا يعني ان شاء الله بإذن الله طالما فيه يعني روحه طالما فيه روح الفنينلة زي ما بيقولوا على مصر صحافة على مستوى السفارة ترجمة نانسي قنقر